بتسألني عن أجمل حاجة في الدنيا هقولك طبعاً إنك تكبر بخاطر حد وتخلي روحه تنور بعد مكان مهموم وتايه ومش لاقي اللي طبطب عليه أو حتى حد يكون سند لي في عز وحدته إنك تنتش له من شعور إنه مفيش خير في حد لأنه يشوفك يقول الدنيا لسه بخير وكل ما يفتكر اسمك يدعي لك من قلبه في أجمل من كده الإحساس ده إنك بتحول شخص روحه مطفية وشايل الهم لشخص مبسوط فرحان روحه منورة وخاطره مجبور وصدقوني عن تجربة طالما قادر تخدم حد أخدمه وما تفكرش هتستفاد إيه وخليك واصق إن ربنا بيفتح عليك في حاجات تانية كتير بعدين ممكن تواجهك أمور صعبة ومستحيلة وإنت مش هتعرف تتصرف فيها هيخليك تعرف تتصرف فيها كويس جدا فما تنطفوش ولا تطفو أرواح اللي حواليكم محدش في الدنيا دي يستاهل أبدا ينطفي مهما حصل لو كنت في موقف فاكرين إن أرواح الناس لعبة افتكروا كويس إنه ممكن تكونوا في مكانهم وفي يوم من الأيام ساعتها لو رعيتوا ربنا هيكفقكم وينور أرواحكم بكل روح كانت مطفية ونورتوها عشان تصبحوا على فرحة اللي ضحقتوهم ونورتوا عدمة الأيام عندهم اللي بننسى معاهم أي ألم عشان تصبحوا بخير على كل اللي مين بوا مهموم وبيقول أنا تمام على كل مين اختار يختار وسط الزحام على الصابرين والعشمنين في حاجة تفرح على كل اللي يوم هم بيحلوا بوجودنا على كل اللي مقدرنا وحطنا في المكانة اللي نستحقها على كل اللي بيجددوا الحب والإمتنان إننا في حياتهم كل يوم على كل اللي بيستنوا مننا كل خير وبيدونا الثقة الجميلة اللي ما بيبهاش لأي حد عرفتوا أجمل حاجة في الدنيا إيه؟